النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري شاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم ستشهد الأيام القادمة انخفاض تدريجي ولكن قليل على درجات الحرارة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل ما بين درجة إلى ثلاث درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية ما بين 33 العظمى إلى 35 ومعدل الصغرى بحدود 23 معدل الحرارة العظمى في المرتفعات الجنوبية 31 إلى 33 والصغرى بحدود 21 معدل العظمى في منطقة عمان والمرتفعات الوسطى ما بين 32 إلى 34 والصغرى بحدود 22 الأغوار أجواء حارة وأيضا العظمى المتوقعة في الأغوار معدل العظمى سواء الأغوار الشمالية متوسط الوسطى والجنوبية تكون بحدود 40-41 والصغرى ستكون بحدود 29 درجة مئوية العقب أيضا أجواء حارة العظمى نتوقع 41 والصغرى 28 البادية الجنوبية الشرقية 38-27 أجواء حارة والبادية الشرقية أجواء حارة 42 إلى 25 درجة مئوية يوم الاثنين تبقى تقريبا الأجواء على حالة لكن انخفاض قليل درجة إلى درجتين عما ستكون عليه أو ستصل إليه درجات الحرارة يوم الأحد المناطق الشمالية ما بين 32-33 أجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا المرتفعات الوسطى أيضا ما بين 32 إلى 34 أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا والصغرى بحدود 21 المرتفعات الجنوبية 30 إلى 32 وأيضا الصغرى بحدود 20 الأغوار أجواء حارة العظمى المتوقعة ما بين 39 إلى 40 والصغرى بحدود 28 درجة مئوية العقب أجواء حارة العظمى 39 أربعين والصغرى 28 البادية الجنوبية الشرقية تبقى الأجواء حارة 38 العظمى والصغرى 25 ومناطق البادية الشرقية العظمى 41 والصغرى 25 وأجواء حارة أيضا الثلاثة انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة تقريبا تكون الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة معدل العظمى بالمناطق الشمالية بحدود 30 و 31 والمناطق الوسطى ما بين 28 إلى 30 والمرتفعات الجنوبية ما بين 27 إلى 29 والصغرى بحدود 19 درجة يعني الأجواء بتكون تقريبا لطيفة في مناطق المرتفعات الجبلية أثناء الليل وفي الأغوار أجواء حارة نسبيا إلى حارة العظمى تتراوح ما بين 36 إلى 38 والصغرى بحدود 26 إلى 27 درجة مئوية العقبي أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 27 والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 33 إلى 21 والبادية الشرقية أجواء حارة 40 إلى 21 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا تبقى الأجواء تقريبا على حالها كما هو يوم الثلاثاء تبقى الأجواء تقريبا صيفية عادية في معظم مناطق المملكة وفي الأغوار والعقبة تقريبا حارة نسبيا إلى حارة ومناطق البادية الشرقية الحرارة الوضمى المتوقعة في المرتفعات الشمالية 30 إلى 31 والصغرى 21 المرتفعات البسطة ما بين 28 إلى 30 العظمى والصغرى 19 المرتفعات الجنوبية ما بين 27 إلى 29 العظمى والصغرى بحدود 20 الأغوار أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37 إلى 28 والعقبة أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 28 البادية الجنوبية الشرقية أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا 31 إلى 21 والبادية الشرقية أجواء حارة نسبيا 35 إلى 21 درجة مئوية الخميس وبإذن الله ترتفع درجات الحرارة ارتفاع قليل وتدريجي تصبح الأجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا وتكون درجات الحرارة حول معدلات أو أعلى بقليل العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 31 إلى 33 هذا معدل العظمى ومعدل الصغرى بحدود 22 المرتفعات الوسطى معدل العظمى ما بين 30 إلى 32 إلى 33 والصغرى بحدود 21 المرتفعات الجنوبية معدل العظمى بحدود 29 إلى 31 ومعدل الصغرى بحدود 22 الأغوار أجواء حارة نسبيا إلى حارة العظمى المتوقعة بحدود 37-38 والصغرى بحدود 28-29 درجة مئوية العقبي أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة العظمى المتوقعة 36-37 ومعدل الصغرى بحدود 29 البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا العظمى المتوقعة 33 والصغرى 24 البادية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 23 درجة مئوية ويوم الجمعة ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة أجواء حارة نسبيا إلى حارة أجواء حارة في المرتفعات الشمالية العظمى المتوقعة ما بين 34 إلى 35 ومعدل الصغرى 23 المرتفعات الوسطى معدل عظمى ما بين 32 إلى 34 أجواء حارة نسبيا وأيضا المرتفعات الجنوبية أجواء حارة نسبيا 32 إلى 32 العظمى والصغرى 22 الأغوار أجواء حارة 38 إلى 39 والصغرى 28 العقب أيضا أجواء حارة 38 إلى 28 والبادية الجنوبية الشرقية 35 إلى 26 أجواء حارة نسبيا إلى حارة وأيضا المناطق الشرقية والبادية الشرقية أجواء حارة مرة أخرى والعظمى المتوقعة 40 والصغرى 24 درجة مئوية إذن هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأربعاء لكن بعد الأربعاء إن شاء الله هناك ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة مرة أخرى مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري